بين سهل نينوى والحجد الشعبي علاقة باتت ارتباطاتها متعلقة بالقرارات الحكومية التي يمثلها رئيس الوزراء عدل عبد المهدي والمصادر النيابية التي تؤكد وجود ضغوط امريكية تتحكم في تلك القرارات رئيس الوزراء عدل عبد المهدي وجه بسحب اللواء الثلاثين في الحجد الشعبي من مناطق سهل نينوى وتسليمه للقوات الامنية قرار جوبها بتأييد ورفض حيث اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم ان سحب الحجد من تلك المناطق مجازفة امنية كبيرة وقد تؤدي الى عودة داعش للموصل مجددا عازيا قرار عبد المهدي الى ادراج المسؤول عن اللواء ابو جعفر الشبكي ضمن لائحة عقوبات الخزانة الامريكية وضغوط واشنطن تجاه عبد المهدي بحسب تعبيره حركة بابليون من جهدها اشارت الى ان المطالبات باخراج الحجد من السهل غير مجدية وان المطالبين باخراج تلك القوات ما هم الا بيادق تنفذ اجندات خارجية البرلماني السابق والسياسي المسيحي جوزي فصليوة ومن خلال متابعته لفت الى ان على قوات الحجد الشعبي ان تأتمر بامرة القائد العام للقوات المسلحة واليوم القائد العام اعطى امرا بانسحاب الحجد من السهل وعليها الامتثال معتبرا ان الغاية الحقيقية لبعض الفصائل هي الاستئثار بالسلطة وتحكيم سلطتها على المواطن بحسب رأيه ويبقى صوت المواطن في تلك المناطق مصادرا ما بين الحكومة وقراراتها والمطالبين ببقاء الحجد الشعبي والاجندات الخارجية التي تنفذها ادوات الداخل والملوحة بداعش كفزاعة لترهيب مواطني سهل نينوى